السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام يبدو الخطأ كبيرا جدا عندما يرتكبه الآخرون فقط وبيبدأ فيلمنا مع مجموعة من الناس وهم بيعملوا مقابلة في سجن الحفرة وواحد من الناس دو الاسمه زمياتين وده جاي هنا بعد ما حاول يولع النار في بيت أهله وكل واحد بيقول على نوع الأكل المفضلة بالنسباله لأن الحفرة عبارة عن طبقات كتير والموضوع كله بيدور حوالين الأكل ولما بيفوق زمياتين ومنصة الأكل بتوصل للطابق بتاعه بيتصدم إن حد أكل البيتزا بتاعته فبيبقى عاوز يأكل حاجة تانية لكن الناس اللي في الطابق اللي فوقه بتمنعه وبيعرفوا إن في قانونهم ما عاملينه علشان الأكل يوصل للطبقات كلها واللي بتبقى عبارة عن 333 طابق وزمياتين في الطابق اللي 24 حاليا وبيعرفوا الراجل اللي فوق إن كل واحد لازم يأكل أكله بس علشان الأكل يوصل لكل الطوابق والكل يأكل وأكيد هيعرفوا مين اللي أكل البيتزا بتاعته وهيتعاقب بس زميتين مش بيهتموا وكان هيكل لكن البنت اللي معاه في الطابق اللي اسمها بيلا بتمنعه وبتقوله ان الراجل عنده حق وبتديله حتة من الاكل بتاعها علشان يوافق وبيفهم زميتين ان القانون ده السجناء هم اللي عاملينه مش الادارة وبيأكد له الراجل انه محظوظ اساسا علشان عايش في الطابق الاربعة وعشرين لانه في ناس في المستويات الادنى مش بيوصلهم اكل وكل شهر الطابق ده بيتغير يعني ممكن الشهر اللي جاي يلاقي نفسه في طابق تحت جدا ساعتها يتمنى النظام ده يتطبق بالعدل علشان الكل يوصله وبتبقى بيلا داخل الحفرة بارادتها علشان عايزة شوية وقت تنسى فيهم اللي عملته وبالليل بيبدأ التواصل بين الطوابق وبيعرف الكل ان الاتصال اتقطع عند الطابق الاربعة وعشرين وما يعرفوش اذا كانوا التزموا بالقانون ولا اكلوا اكل مش بتاعهم وبيفتكر زميتين المقابلة بتاعته وبنعرف انه حاول يولع في بيت عيلته لكن تراجع على اخر لحظة ورغم كده سلت القمامة واللاعد فقرروا يبعثوا زميتين للحفرة لانه بقى خطر حتى على نفسه والتاني يوم بيقف هو وبيلا يستنوا منصة الاكل وبيعرف ان فيه ناس بيعقبوا الراجل الا اكل البيتزا حاليا وبيسمع الكل فوضى بتحصل في الطابق فبيطلب الراجل اللي فوق من زميتين وبيلا يجهزوا نفسهم للقتال فبيقلق زميتين لانه مش بتاع مشاكل لكن بيلا فورا بتخلع حديدة من السرير علشان تدافع عن نفسها ولما بتنزل المنصة للطابق بتاعهم بيلاوا عليها جسد واحد والراجل اللي فوق بينط على المنصة مع شخص تاني لكن للأسف زميلته في الطابق ما بتقدرش ترمي الاكل اللي وقع من المنصة عندهم وبنعرف ان الاكل لو فضل في الطابق بعد ما المنصة تنزل الجو بيبدأ يسقع او يبقى حر جدا وللأسف البنت ما بتلحقش ترمي الاكل والجو بيولع وبتتحرق حرفيا وبتقع قدامهم فبيقف زميتين مصدوم ومش عارف يتصرف لكن بيلا فورا بترمي الاكل قبل ما يموتوا هما كمان فبيبص الراجل الثوري اللي زميتين وهو متدايق وبيبقوا نجحوا في السيطرة على الشخص اللي كان البيتزا وبيربطوه وبيعرفهم الثوري انه بسبب الراجل ده ما حدش هيكل النهاردة لانهم ضمروا الاكل اللي على المنصة تماما بسبب القتال ده وبيعرفهم انه هينزل بالراجل المتمرد ده علشان يقابل حد من المختارين ولما بيسألوا مين هم المختارين بيعرفهم ان دول كانوا محظوظين كفاية وقابلوا المايسترو ودل حتى اساس القانون بتاعهم والمختارين المسؤولين عن تطبيق القانون ده وما بيبقاش حد عارف المايسترو عايش ولا ميت وبيبدأ الراجل يحكي عن رسالة امل باعتها المايسترو من فترة طويلة وبيتقال انه عاش شهر كامل بدون اكل في مستوى منخفض وفي الشهر اللي بعده صحف طبق منخفض برضو وما بيوصلوش اكل فقرر يقطع من لحمه علشان يعيش وكمان ساعد الناس انهم يكلوا ومن وقتها وطلعت رسالة تضامن في الحفرة بالكامل ونادت بتوزيع عادل للأكل علشان يوصل لكل المستويات لكن زمياتين مش بيهتم بكل ده وبيقوله انه ما اكلش كده بقاله يومين وعاوز البيتزة بتاعته وبالليل بيكفن السوري جثة صاحبته اللي اتحرقت فبيصخر منه زمياتين وبيقوله مش المفروض ناكلها زي ما المايسترو بيعمل بس الراجل مش بيهتم الكلامه وبيرمي الجثة من الطابق والتاني يوم الاكل بينزل والبيتزة بتاعت زمياتين بتبقى موجودة اخيرا بس الصدمة ان السوري بيرمي اكل الناس اللي ماتت مبارح وده لانه مش عايز حد يكل اكتر من اكله وبسبب كده بيعين زمياتين وبيلا مسؤولين عن اكل الموتى وان كل يوم لازم يتأكدوا ان الاكل ده وصل للطابق بتاعهم وبعدها يرموه في الحمام علشان ما حدش يكله فبيستغرب زمياتين وبيبقى شايف انه يكل الاكل ده بدل ما يرميه احسن لكن الراجل بيرفض بشكل صارم علشان ما يبقاش في فايدة لحد ان زميله في الطابق مات وبياخد الراجل اللي عامل المشكلة معه على المنصة وبينزل وفي اليوم اللي بعده لما بتوصل للمنصة بيأكل زمياتين حتة من الاكل المحرم فبتتدايق بيلا وبتاخد بالها اليوم اللي بعده لكن مع الوقت زمياتين مش بيهتم للقانون وبيأكل اكل الناس اللي ماتت عادي بعدها بيلاحظ زمياتين ان بيلا رسامة موهوبة جدا والان النهاردة اخر يوم ليهم في الطابق ده وهينتقلوا لطابق تاني بيدردشوا شوية وبيعرفها زمياتين انه راجل علم وقفن حياته كلها يدرس الرياضيات لحد ما اعتزلها وده بسبب الجزر التربيعي للرقم السالب لان اجابة المسألة دي هي رقم تخيلي مقبلش زمياتين العالم بالاجابة دي وقرر يفقد الثقة في الرياضيات والعالم كله وسب مراته وعياله ورجع يعيش مع ابوه في البيت وبيسمعوا الكل بيحتفل ان الاكل الشهردة وصل للطابق المية خمسة وسبعين وده انجاز كبير جدا لان الاكل ما كانش بيعاد المستوى المية اصلا والتاني يوم لما بيصحوا بتبقى الصدمة لانهم بيفوقوا في الطابق المية وتمانين وزمياتين بيبقى خايف لانه مستحيل الاكل يوصل لحد عندهم وكمان التواصل مع الفوق بيطقطه عند طابق معين ولما بتنزل المنصة بيبقى عليها الاطباق فضية ومتكسرة ويوم بعد يوم بيفضل زمياتين وبيلا مسكين نفسهم من غير اكل فبيزهق زمياتين وبيفضل يشغل الولاعة بتاعته لحد ما بيتعب وبيرجع دم وفجأة بيلقوا راس واحد بتقع قدامهم علشان يفهم الكل ان المختارين اخيرا ظهروا وبيحموا الاكل من المتمردين حاليا وبتفضل بيلا تهتم بزمياتين علشان يتعافى وبيتصدم الاتنين ان المختارين عرفوا ان في شخص ضخم اكل اكل الناس المتوفية لكن بيلا بتعرفهم انهم كانوا في مستوى مختلف علشان تداري على زمياتين فبيخافزي مياتين جدا لانهم اكيد مش هيرحموه لو عرفوا انه هو علشان كده بيقوم بالليل يولع الولاعة بتاعته من تاني وبيقول لبيلا انه جاه هنا علشان يتعلم الانضباط لكنه فشل واكل اكل مش بتاعه ولانه مش عاوز بيلا تتعاقب بسببه بيقرر يولع في نفسه بهدوء ومن غير ما يتقلم علشان يقع زمياتين وسط صراخ كبير من بيلا وهو مولع ولما الشهر بيخلص بتفوق بيلا في الطابق الواحد وخمسين ومعاها بنت تانية وبتبقى بيلا حدة جدا في التعامل معاها والالتزام بالقانون ولما البنت بتلاقي اكلتها مش موجودة بتجبرها بيلا تستنى تاني يوم وبيبقى فيه متمرد في المستوى الـ 54 وعامل فوضى كبيرة فبيقرروا ينزلوا بكرة علشان يمنعوا فبتحاول بيلا تنزل معاهم لكن اللي تحتها بيرفض لان القانون بيقول ان اول اربعة فوق المتمرد هما اللي ينزلوا بس وبيتضح ان البنت اللي معاها في الطابق عندها ايد مقطوعة وتاني يوم بتقرر بيلا وزملتها ينزلوا مع المنصة رغم ان ده ممنوع واول ما بيوصلوا للطابق بيهجموا على الراجل بمنتهى القوة وبيبقى شارس جدا وصعب السيطرة عليه لكن بيلا في اللحظة الاخيرة بتقوم تديله ضربة وقاوا على الارض وقبل ما تخلص عليه الراجل بيطلب منها ترحمه لانه كان في مستوى منخفض وحب يأكل كتير مش اكتر وبيقول لها ان بقالوا سنة ونص في الحفرة وشافلوا الحرفيا وقتها بس بتهدى بيلا وبتسيبوا ينزل مع المنصة وبتفهم ان زملتها دي مش اول شهر ليها هنا اكيد فبتقعد البنت تحكي لها انها وسطت من 6 شهور ومن اول يوم زملتها حكت لها القانون والتزموا بيه رغم انها ما اقتنعتش بيه اوي لانه مش بيحمي غير الواقبة بس لحد ما في يوم لقوا شاب بيعاني من سوق تغزية وهيموت فاخدوا اكل الناس اللي ميته وطلبوا منه ياكله وبعد كام يوم جي واحد من اشد المختارين في تطبيق القانون واسمه بابي وقرر يخليهم عبرة الكل اللي يخالف القانون وهو اللي اطعد رعز ميلة بيلا وقتها شريكة بيلا خرمت عين بابي حرفيا وهي بتدافع عن نفسها فقرر يربطها على المنصة وينزلها للمستويات كلها يكلوا من لحمها وبتبقى البنت عندها فكرة علشان يهربوا من الحفرة اثناء تغيير الطوابق المشكلة ان اخر كل شهر بيوزعوا غاز منوم في الحفرة علشان الكل ينام ولسه البنت بتفكر في طريقة ما تنامش بيها وتحاول تهرب وتاني يوم بيتصدموا ان بابي وصل فوقهم وبيعاقب واحد من المتمردين فبتخاف البنت وبتعرب بيلا ان هم كمان هيتعاقبه وبيوصل بابي اللي بقى اعمى ومعاقت باعه وبيقرر يعاقب بيلا وكل اللي ساعدها في خرق القانون وبيقطع ايد بيلا بمنتهى الوحشية والبنت التانية بيربطها في المنصة علشان تموت بنفس طريقة زميلتها البشعة بعدها بتفوق بيلا ودراها مقطوع في الطابق اللي 72 وبتلاقي زميلها المرة دي العجوستر ميجاسي نجم الجزء الاول علشان نفهم ان الاحداث دي كلها بتدور قبل احداث الجزء الاول من الحكاية وبتبقى بيلا خلاص جابت اخرها وقررت تنزل مع المنصة علشان تحاول تهرب واول ما الاكل بيوصل للطابق بتاعهم بينزل ترميجاسي على الاكل بمنتهى الوحشية كاعدته فبتطلب منه بيلا ينضم لها في التمرد وفعلا بينزل معاها وبيفضلوا يجمعوا الناس من الطوابق اللي تحتهم في مقابل انهم يكلوا زي ما هم عايزين وفعلا بيجمعوا عدد كبير من الاشخاص وبيقفوا في طابق واحد بس بيتصدموا تاني يوم ان بابي واعوانه بيرموا الاكل كله علشان ما يوصلش البيلا واللي معاها وبيعرفهم بابي انه هيمنع عنهم الاكل لحد ما يتعابوا وينزل يتخلص منهم بسهولة بعدها لكن ترميجاسي الخطير بيقترح انهم يكلوا اتباع بابي اللي تحتهم لو حسوا بالجوع وهنا بنعرف ان بيلا كانت مهوسة بالفن لدرجة انها جابت تمسل حيوان وحشي عنده مخالب حدا وحبيبها اللي عنده ولد صغير كان موجود في بيتها وللأسف المخالب بتدخل في عين الولد وبيموت في الحال علشان كده جات بيلا الحفرة على امل انها تنسى اللي حصل وبعد ما بيعدي كام يوم بدون اكل بينزل بابي ورجالته اخيرا لطابق بيلا وبتبدأ معركة طاحنة بين الكل من اجل النجاة وبيلا كانت هتموت بس ترميجاسي بيديها السكينة بتاعته وبيتدفع عن نفسها والتأتيل شغال بكل الطرق لحد ما بيتصاب بابي نفسه وبيقع على الارض بينزف وبتبقى بيلا رفضة انها تتعامل بنفس طريقة بابي وتربطه وتخلي الناس تاكل من لحمه زي ما بيعمل وبتكتفي انها تسيبه ينزف لحد ما يموت لوحده وبتسيب بعدها ترميجاسي وبتنزل وبتعمل نفسها ميتة علشان الحراس يجوي لموها مع باقي الجسس وفعلا بيربطوها مع الجسس وبيتحركوا بيها التح لكن الصدمة انه ما كانش في جاذبية خالص وده بيرجح ان الحفرة العنيفة دي ممكن تبقى موجودة في الفضاء فبتفك بيلا نفسها وبتبقى عايزة تهرب لكن بتشوف طفل صغير موجود في الحفرة فبتقرر تنقذه لكن بتتخبط كتير بسبب انعدام الجاذبية وبتبدأ بيلا تنزف لكن بتتحامل على نفسها وبتنزل مع الطفل القاع الحفرة المظلم وساعتها بتشوف كل الناس اللي ماتوا قدامها وبتبقى عايزة تطلع للإدارة عن طريق المنصة ومعاها الطفل لكن بيفهموها ان دورها خلاص انتهى والطفل لازم يطلع لوحده وده نفس اللي حصل مع جورينج بطل الجزء الاول وبيحصل اللقاء المستحيل بين جورينج وبيلا وكأن دي علامة على ان الاتنين ماتوا وكالليهم نفس المصير في أغرب حفرة في العالم وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم